هاي افريون اهلا وسهلا بكم مرة تانية في دعايز انجلش كورنر ياربك تكونوا كلكم بخير النهاردة معانا موضوع مختلف شوية النهاردة هنتكلم عن كلمات بيكون لها نفس الاسبالينج نفس الحروف بالضبط بتكتب بنفس الطريقة بس هي ليها معاني مختلفة والمعنى بيكون متوقف على السياق او الجملة اللي انا بستخدم فيها الكلمة دي تعالوا نشوف ايه الكلمات اللي معانا النهاردة و let's get started اول كلمة معانا للنهاردة هي كلمة break break يا جماعة ممكن تكون اسم وممكن تكون فعل في الجملة لو جات اسم او جات فعل تعالوا نشوف المعنى بتاعها هيكون عاملة ساي لو جات فعل هي معناها يحطم او يكسر شيء معناها هو كسر او حطم او دمر النافذة فاول معنى لbreak هو معناها يحطم او يكسر وهي بتيجي كفعل في الجملة طيب لو انا عايزة استخدم break كاسم بقول وهنا break معناها فترة راحة و break ممكن تشمل يا جماعة اجازة نهاية الاسبوع كمان يعني اجازة نهاية الاسبوع دي ممكن نطلق عليه كلمة break اه طبعا ممكن بتشمل برضو break اللي ممكن يكون كم دقيقة وممكن يكون نص ساعة وممكن يكون ساعة كل ده بنقدر نقول عليه break اوكي الجملة هنا معناها معناها اشتغلت المدة طويلة فهاخد استراحة وصيارة تاني كلمة معنا للنهاردة هي كلمة tie 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 اوكي tie ممكن تيجي كاسم وممكن تيجي كفعل تعال نشوف كاسمة هتكون ازاي this man is wearing a nice tie this man is wearing a nice tie tie ممكن تكون اللي هي الكهرفات اللي بيلبسها زي قطعة ملابس بيلبسوها الرجالة وهي مش مختصرة بس على الميل على الرجال لا في ستاب يلبسوا كهرفات بيكون نسائي فتاي معناها الكهرفات او قطعة من الملابس اللي بيلبسها الرجل او الست عندي tie كفعل ممكن تكون معناها يربط the little kid asked me to tie his shoelaces the little kid asked me to tie his shoelaces يعني الطفل طلب مني ان انا اربط روبوت الجزمة بتاعه فتاي ممكن يكون يعقد او يربط الكلمة اللي معنا بعد كده هي كلمة run run ممكن تكون فعل وممكن تكون فعل يعني هما هي بتيجي في كل حالاتها في الجملة كده بتيجي كفعل طيب هي كفعل في الجملة الاولى اللي احنا هنقشها دلوقتي هتكون اللي هي ممارسة رياضة الجري العادية يعني انا بجري كل صباح فهي معناها هنا رياضة الجري العادية طيب لو انا عايزة بقى استخدامها كفعل بس استخدام مختلف عن كده ممكن تكون معناها يدير او شخص بيدير عمل معين او مسؤول عن عمل معين زي مثلا يعني هي بتدير شركة معينة او بتدير اعمال معينة الكلمة اللي بعد كده معنا دلوقتي هي ممكن تيجي كاسم وممكن تيجي كفعل العادية اللي احنا عرفانها كلنا واللي هي متعارف عليها اللي عندنا في السنة اللي هم من الاربع مواسم فهي معناها هنا موسم وهنا جاية كاسم فممكن نستخدمها في جملة زي فهي معناها انه الربيع هو احد فصول السنة الاربعة طيب زي قدر استخدمها كفعل هي ممكن تيجي كفعل زي الشخص اللي بيتب الحاجة او بيحط بهارات معينة او بيخلي للأكل طعم معين باستخدام التوابل او البهارات فهنا هنقول يعني الطباخ او الشخص اللي بيطبخ بيتبل السلطة يعني معناها ممكن عفكرة السيزنينج او التوابل تكون بس ملح وفلفل يعني مش لازم يكون توابل كاملة فلما اقولك I'm seasoning the salad معناها ناسا بضف لها ملح او بخلي ليها طعم باستخدام التوابل الكلمة اللي بعد كده معنا هي nail nail الnail ممكن يكون اسمه ممكن يكون اسم يعني هو في الحالتين اسمه بس هو ليه معناين مختلفين nail الاولى اللي هي she has a bad habit she bite her nails طيب ايه المعنى التاني لها برضو هو بيجي كاسم اللي هو المسمار الحديد اللي بنحطه في الحيط او بندقه في الحيط وبنستخدمه في اعمال البنى والحاجات دي he hammered the nails into the wall يعني هو دق المسمير في الحيطة فنيل ممكن تكون دفر وممكن تكون مسمار عندي اخر كلمة النهاردة في الفيديو هي watch watch ممكن تيجي كاسم وممكن تيجي كفعل طيب watch كاسم بتكون ايه هي الساعة اللي بنلبسها في اليد الساعة بس اللي بنلبسها اللي هي ساعة اليد بنطلق عليها watch عشان ما حدش يفتكر ان حتى ساعة الحقض بنسميها watch لا التاني اسمها clock فعندي watch I always wear a watch before I go outside I always wear a watch before I go outside معنى الجملة دي ان انا دايما برتدي الساعة اليد بتاعتي قبل ما اطلع برا البيت او قبل ما اطلع اي مكان طيب تاني معنى الwatch بيجي كفعل في الجملة وهي معناها يشاهد او انه يتفرج او انه يتابع حاجة معينة ده معنى watch كفعل I am 23 but still watch cartoons I am 23 but still watch cartoons يبقى انا عندي 23 سنة بس لسه بتفرج على او بتابع الكارتون او رسوم المتحركة يا ربي تكونوا استفدتوا and if you did learn anything please don't forget to like and subscribe thank you very much bye bye bye